السلام عليكم البنات كديري اللي بس عليكم تحسكم زيانة البنات عندي لكم مفاجأة وصلني لكم دقات صنص الباب حالبنات وصلني عقبال عندكم تنتو ما توصلوا به في اقهر بوقتين ان شاء الله بحول الله البنات الباب حجابوا لي الفاكتور صونع لي فلانتا يقفوها بتعندو واعطاه لي مدة طويلة البنات وانا كانت سنا فيه درها دي شهر وثلثيين بد ضبط باش كمت عشر دولار وانا كانت سنا فيه بقيت كانت سنا كانت سنا الدرس ان نتعطى عليها صفيتا ياس كنت نقول صفيتا موحل واش بقي وصني وبعد المراض كنت نقول يقدر يكون جابوا لي الفاكتور حطوا لي فذلك البواطن اللي في الباب ورقاتوا شي واحدا من جارات او شي واحد من جيران واخده لي وما بغاش يعطيه لي ومن الثنين اللي فات مشيت البوستة اللي تابع الحي وسولت قالوا لي خدك تمشي للصونطر الكبير سولي لانا الكود كي يجي للبوستة الكبيرة ومشيت عند المشيت البوستة الكبيرة اللي تابع الحي الحساني ودخلت عندي المدير وسولت وقال لي رادي تمشي لقاعة الفلانية ودوي مع الفاكتور اللي كي يجي عندكم الحي وفي الان مشيت عندي الفاكتور ودويت معه وطلبته وعطيته لنما تطريفون قتلوا عفراك من يتبغيش بليا الكود معي ايضا لي اطلاق تليفون مرضا منا يكون خرجو ولا شي حاجة ونطلقك وعطيه لي ولا ثوني عليا فلان تغفو وعطيه لي ولي ادي مات حطووش ليفدي في البوطة اللي كي لنا في الباب حي كان خاف يقاوه الجيران ولا يلقاش يحده وياخدو لي وفعلا جابو لي وثوني عليا فلان تغفوها بتعندو وعطاه ليلي ويتدي اه اه اقبل عندكم البنات اللي بقا كاتت نفل قود يوصل لها وطفح تهي من قوش لكم البنات واحد الفرحة ما قد تصول الصرفش واحد الفرحة ك كبيرة 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 لدرجة الناقة كانت تنطط فوق صداري وكأن اخذت شي هدية كبيرة بحشي ابنت صغير ورات وصلت بشي لعبة واحد الفرحة مكتتوصفش ان حسيت بوحد النتيجة ديال المجهود وديال التمارة وديال التعب انا كن نصح كلها بنت تدير قناة وتخدم عليها وتدير محتوى يكون زوين وكل كل مجتهدي نصيب الوحدي لاخده مضبطة مارة وتنحمر في الخارك يبقى واحد النتيجة زوينة تنشي حاجة ما كتجيب سهولة يعني الانسان خاص صغير يدير واحد المجهود ويخدم وفي الخارك يعني كي ياخد واحد النتيجة زوينة اللي بقت كتسنا في الكود ليسهل عليها وتوصل به في اقرب وقت ان شاء الله بحول الله الحمد لله احنا غادين شوية بشوية احنا حققنا الشرط اللول الشرط الثاني الشرط ثالث شرطة رابع انا قريبا نكمله واقبل الخلصة الكبيرة ان شاء الله بحول الله اللي في بلها شي حاجة اللي يعطيها لها والله يحقق ليكون قاعد لك شي لك تتمنى وهو نقل نطح البنات اللي قالتين في الطار مخدامينش يديروا قانات ويخدموا عليها كانت را زوينة البنات يعني هي فيها شوية ديال التعب ولكن كينيشي حوجة زوينين ربحنا صداقات ودرنا علاقات وربحت اخواتات ومكذبش اليكم عمرات تايلية مرقش كنحسب الفراغ مرقش كنحسب القنط لدرس ان مرقش عندي القطر ضاري والوليداتي والحمد لله انا يعني كم طيبو دك شي ما فيها باس الى بطرطجينة دك شي اللي كنديرو مع الناس لان ما كنديرو شي حاجة ما كيناش ارا كنصورو غي دك شي اللي كنديرو اللي كنديرو في كل نهار يعني الشيوات اللي كنطيبو في ديورنا هكا اللي كنديرو لوليداتنا وصفي هدا مكان يعني حسيت انني كنديرو شي حاجة ما بكتش غي قالتا مهار كله وانا غير اعصاب والتلفازة والمسلسالة الخاوية حسيت براسي كنديرو شي حاجة وعندي شي حاجة ديالي ملكي يعني كننخفج في هذي الطاقة ديالي والحمد لله كانت واحد الناسي جزويينة واحد الفرحة ما كنت توصفش لبنات انا كنت نصح لبنات اللي قالتا ديب قانات وتخدم عليها وتتعب عليها وفي الخارج غادي تواصل دك شي اللي كتتمنى يعني تايش حاجة ما كتجيب سهولة وغي صبر صبر وكل شي كيتحقق تايش حاجة ما كتجي حقك انا دف هذي خمش شور باش فتحت القانات فتحتها بشارة سبعة ذاك الايامات ديال الحاجة الصيحي وما كي لا خروج لمشي لا تايش حاجة ودلتا غي ضحك والحمد لله تصدقت واحنا غادي الحمد لله بشوية بشوية البنات لكل مجتهدين ناصيب تايش حاجة ما كتجي سهلة الكودة البنات كيلي كيتعطل عليها كيلي كتتوصل بالكود غيف في المدة ديال جو السيمانات كن رف هنبنات يعني دفا شهرين باش كملوا عشرة دولار ورغم باقين كيتسنو على حاسب كل وحدة وزهر ديالها انا الحمد لله ما تعطلش عليها بزاف يعني شهر ثلث يام بطط باش كمل شهر ثلث يام يعني توصلت بيه والحمد لله احنا غادي شوية بشوية عقبل الخلصة الكبيرة ان شاء الله بحول الله اللهم لك الحمد يعني بعد واحد تعاب واحد شقاءة اي واحد نتيجة زوينة البنات انا ما زال ما حليتوش ما زال ما دخلتش الكود يالله البحث وصلت بيه هاد اليلة ان شاء الله غادي نفتح الكود وغادي ندخل هادك الكود اللي كاين وتمالين دولار احنا قراد نكملها ان شاء الله بحول الله وكل وحد كي يعطيها بضي علاقة بنيتو والبنات الله يستهل على كل وحدة والله يعطيكم ما تمنيتو دفا غادي نقدم معاكم واحد شهيوة بسيطة وزوينة يعني غادي نديرها للبناتين يعني انا ما كنديرش معاكم شي ما كنقدمش لكم شي حاجة ما كيناش كنقدم لكم غير ذاك شي اللي كندير اه في كل نهار يعني ذاك شي اللي غادي نطيب ليه والبناتين غادي نقدم معاكم الدجاج مع اللوز عندي هنا يا دجاجة حي تمنغي واحد طريق ممكن تمديول كمية اللي بغيته وممكن ديول جاجة او مستجاجة على حسب افراد العائلة عندي جوج بسلاص مقطعين طريفة صغار عندي هنا التوابيل الملحة سكين جبير توما دويما الخارقون عندي السمن عندي كاس صغير زيت المائدة وعندي القرفة على بركة الله غادي نقدم معاكم هات جاجة البنات كي يجيز وين ممكن ديروا معاهم توما اللوز ولا ديروا معاها الزيتون على حسب لك شي اللي بغيتو اه دا تنجرة فوق القاملة دا تنس كاس متاع الزيت دا با غادي ندير لفصلة تشحر المدة ديلا ربع ساعة هات جاجة البنات كي يجيز وين الى ما كانش عندكم اللوز ممكن ديروا معاها الزيتون من بعد ما تشحرط البصلة من بعد ما طاحت البصلة غادي ندير جاج جاج على حسب الكمية ديلا الافراد العائلة ممكن ديروا جاجة او مستجاجة او غي خد او سدب على حسب الكمية اللي عندكم كمية اللي بعيتو انا عندي هنا جاجة حيتمنغي واحد شوية يعني غادي نديروا الغذاء ديالي انا وبناتي وكن نقدم معاكم ذاك شي اللي كان طيب لي والبناتي لا يكلفوا الله نفسنا الا وتعال احنا ما كانت مش تضايع كنديروا ذاك شي اللي غادي تكالب عندي الملحة سكين جبير الخارقوم والبزار عندي رباع نقصبوه مع الدنوس وغادي نقلبو في ديك الجاج والبصلة عندي السمن هتسملك يعطي واحد الماضق هائي الفجاج وعندي واحد نص مع القارق انتع القفر الى ما كانتش عندكم القفر هكا غبرة ممكن دي القفر عواد وعندي واحد ضويمة انتع الزافران وعندي راس انتع التومة صنف انتع التومة الى كانت عندكم التومة بودرة احسن انا ما لديش تومة بودرة دابا غادي نقلبو في ديك الجاج تعطيش حاولينا نزيل مع ديك العطارية والمصلة وحدي دريحة هائي لقلب نتع ريحة السمن منجوش ليكم اريحة غزالة ونقلبو مزيان نفتك التجاج حاولينا مع ديك العطارية والمصلة وعاد غادي نزيدو الماء نزيدوا واحد كراس كبير متع الماء وعندي نزيد على الطنجرة مصد على الطنجرة اقدم معكم واحد سلطة كجيزوية هادين نرفقها مع الجاج من بعد ما طابلينا شوية الجاج برضو بقى ما بقى الشلادة دبا غادي ندير اللوز اللي ديجا انا رقطه في المسخونه في السخطو الى ما كانش عندكم اللوز ممكن تديرو غير زيتون او لا تخليوا تجاجها بكاك انا عندي هنا ثلاثة ديال البطاطات اللي قشرتهم وقطعتهم وقدرت نطلقو مع شوية ديال البزار وشوية ديال الملحة ووجوج ديال ورقة سيدنا موسى دبا غادي نغطي على الطنجر ونخلي تجاجي طيب هاي البطاطات بعد ما قطعتها طريفة صغر وصلقتها وصفيتها من الماء وخليتها بردت قطعتها طريفة صغر عندي هنا يا طون اللي حي يتمنوا الزيت ديالو هاتش لادا عالبنات تصدقوني كجي غزالة كجي غزالة غزالة ما نقولش ليكم عندي هنا يا واحد البصلة البصلة صغيرة اللي قطعتها طريفة صغر بصلة مش نفا هاتش لادا انا البنس كان دائما دائما كتخطانيش كان دير منها كمية كتيرة لان البنس كيبغيوها لي هادي ندير شوية ديال البزار وعندي هنا يا الملح قبيصة ديال الملح وشوية زيت العدري شوية ما نكتروش ولكن عندكم المعدنوس ممكن ديروها نعندي المعدنوس كارن في الفريق ومعنديش المعدنوس خضر وهنا يا عندي المايونيز ردي ندير مع القصر وانت على المايونيز هاتش لادا انا كندير منها كمية كتيرة بزاف لانا عندي البنس كيبغيوها لي هادي جي غزالة البنات بالخاص يلا خليناها بردت مزيان في التلاجة اه ما نكوش لكمش حل كتجي زوينا وده بعد ينقل خلط مزيان في ديك البطاطة مع الطونة لطلع كتجي ها الى البنات صدقوني لان البنات كيبغيو بحل معات الشي كيبغو البطاطة انقل خلطة فيها بحل بحل معكة مزيان وغادي نخليوها زبرد ها وججي ان البنات كي تجي دك المريقة معلكة وكي يجي دك الجاج منكوش لكم واحد ما دق غزال هاتش لها دكات جي بارده وزوينة منعيشة كنتمنى منكم تجربو هاد هاد جاج ويلعجبكم الفيديو بطاطة جو مع الاهل والاصدقاء وما تنسونيش احباباتهم التعليق الزوينة اللي كتحفزني وكتخليني نزيد القتام ودائما كنش بلكم الجديد وبسلام عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله بحول الله اشتركوا في القناة